ماله الخريف إيه اللي جراله؟ يعني ما حدث أو ما هيحدث في الخريف هو ما حدث في العالم كله التغارات المناخية اللي أثرت على العالم كله وأثرت على مصر طبعا شوفنا صيف غير عادي درجات حرارة عالية جدا على مستوى جميع محافظات مصر خلينا أقول لا ده على مستوى العالم كله صحيح درجات الحرارة في أوروبا لم تشهد مثل هذا الارتفاع اللي وصلت في أسبانيا 46 في إيطاليا كان 47 شوفنا في الكويت والعراق فوق 55 الصين فوق 52 فيعني التغارات المناخية أثرت جامعة على العالم كله وأثرت طبعا على مصر طيب بالنسبة لنا يعني إحنا بكون فصل خريف بالنسبة لنا في مصر كان من أفضل المواسم ومن أكثر الأجواء اللي كنا بنستمتع بها لو هنعرف أستاذ المشاهدين يا فندم يعني فصل الخريف شكله عامل إزاي بيتسم إيه فصل الخريف ده اللي إحنا عفزينه إيه بقى الجديد يعني دلوقتي فصل الخريف هيبقى شكله عامل إزاي خليني أقول برضو ما زال فصل الخريف أجمل فصول السنة في مصر مش الربيع أنا أتفق ما حدرت في ناس ممكن تزعل هو الربيع عشان بيغنوله والورد بيطلع والشجر بيخضر لكن في الحقيقة فصل الخريف ما زال رغم الطائرات المناخية ما زال من أجمل أجواء السنة في مصر إلا أنه طبعا هو سماته أن النص الأولاني منه أو بدايته يعني بشابه إلى حد ما الصيف في درجات حرارته يعني يبدأ درجات حرارة عالية إلى حد ما يعني القاهرة ممكن توصل 35 ثم يبدأ يعتادل درجات الحرارة سماته أنه بيبقى فيه حالات مع عدم استقرار في الأحوال الجوية تتمثل فيه أمطار غزيرة بتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية يعني سلسج بحر الأحمر جنوب البلاد حتى وسط الصعيد بيبقى فيه أمطار على السواحل السنة دي من المنتظر طبعا مع التغير المناخي أنه ممكن تكون نسب الأمطار هتكون أعلى شوية عن السنة السابقة ترجمة نانسي قنقر